وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية ويعزز من قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حضائق الحيوان على مستوى العالم وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية ولتمثل متنفس الاستعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكذلك اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وأضف المتحدث الرسمي أن رئيس السيسي اطلع على المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءتها وصون ما بها من مباني أثرية وتاريخية وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المباني الأثرية وزيادة المسطحات القدراء وكذلك المناطق التجارية كما اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة فضلا عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة مع ربطها بحديقة الأرمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي إلى جانب الاستعانة في هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة اشتركوا في القناة